لم تهدأ أصوات المعارك في جبهات القتال بعد ولم تجف دماء اليمنيين النازفة من حرب الحوثي عشرة شهداء ارتقوا في جبهات مأرب الشمالية والغربية والجنوبية وهم يذودون دفاعا عن قلعة الجمهورية إثر استهداف متواصل لمواقعهم من ميليشي الحوثي التي حشدت إلى تلك الجبهات عناصر جديدة من المغرر بهم خريجي الدورات الطائفية بذريعة نصرة غزة وأطلقت عليها حملة طوفان الأقصى لم تكن تلك الحملة سوى استئناف حربها لقتال اليمنيين في سبيل إخضاعهم لأفكار السلالة الحوثية الإرهابية وبما أن الحرب لم تضع أوزارها في جبهة مختلف المحافظات فإن مأرب لا تزال في عين الطامع الحوثي السلالي الإرهابي وفي سلم أولوياته يحشد إلى جبهتها ويواصل قصفه وهجمته بغية إيجاد تغرة للعبور إلى منطقة صافر النفطية التي يلهذ للسيطرة عليها منذ سنوات فالجبهة الجنوبية شهدت عمليات إغارة نفذتها الميليشيا على مواقع قوات الشرعية التي بدت اليوم أكثر تماسكا وقوة من السابق ورغم جهود التهديئة لوقف الحرب الحوثية ودعوات السلام المطروحة والهدنة غير المعلنة لا تزال دماء اليمنيين تنزف بنيران الحوفيين منذ انقلابهم المشؤوم قبل تسعة أعوام وتصعيدهم اليوم وسط صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد دفع وزير الدفاع لدعوة قوات الجيش في رفع الجهزية القتالية والاستعداد لأي طريق في مختلف الجبهات